يعطيكم الف عافية وصفة اليوم ان شاء الله رح تكون عن حشوات السنبوسك وان شاء الله اليوم لحشوات السنبوسك رح استخدم نوعين من السنبوسك رح استخدم السنبوسك البلدي والسنبوسك العادي بتمنى ان الفيديو يفيدكم تابعوا معي وتعالى نشوف طريقة العمل اول اشي هون رح نحضر مع بعض لحشوة البطاطا طبعا حشوة البطاطا هاي من الحشوات جدا شهية للسنبوسك رح نحتاج هوني ثلاث حبات من البطاطا غسلتها قشرتها قطاتها وهلو هوني رح اسلكها طبعا عميتي السلك هوني حطيت معلقة صغيرة من الملح اول ما تستوي عندي البطاطا كثير منيح على طول بصفيها من المي لازم تكون صافية تماما من المي هلو هوني رح اهرسهم بحراسة البطاطا اكيد كمية البطاطا هي كمية تقديرية ولما تيجوا تهرسوهم لازم تكون مهروسة كثير منيح ممكن تهرسوهم بالشوكة هلو هوني رح نحتاج كمية من زيت الزيتون نكهته كثير طيبة مع حشبة البطاطا رح نحتاج كمان هوني حبة من البصل فرمتها كثير ناعم بقلب البصل مع الزيت واول ما اشوف عندي هون البصل الثبر رح انزل نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس برجع بقلبهم بتركهم تقريبا مدة تقيقة بعدي هون رح ننزل البهارات رح نحتاج معلقتين صغار من البهار الكاري نص معلقة صغيرة من الكركم الملح والفلفل الاسود بالاضافة ل معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة برجع بقلبهم وبعدي هون رح ننزل كاس من البازيلة البازيلة اللي استخدمت هون هي البازيلة المجمدة في حال استخدمت الفريش بدها وقت شوي في الاستواء رح انزل هون البطاطا برجع بقلبهم كثير منيح مع بعض لما تيجي هون تقلب البطاطا لازم يكون عندكم الغاز على الواطي اول ما اشوف عندي هون المكونات كلها يعتد جانست رح انزل نص كاس من الكزبرة برجع بقلبهم وبطف الغاز وبترك الحشوة على جنب حتى تبرد لازم تكون عندي حشوة البطاطا باردة لما نيجي نستخدمها بنسبة لحشوة اللحمة اعملتها معكم قبل هالمرة منقلب اللحمة مع البصل المفروم لما تستوي عندي اللحمة مننزل الملاح الفلفل الاسود الهيل المطحون بطف الغاز ومننزل هون نص كاس من البقدونس المفروم ونص كاس من الكزبرة المفرومة بقلبهم كثير منيح والغاز طافي حتى تحتفظ اللحمة بنكهة الكزبرة والبقدونس هلا هون بالنسبة لطريقة العمل رح استخدم زي ما حكتلكم السويتس البلدي ورح استخدم كمان السويتس العادي طبعا طعم السمبوسك البلدي جدا شاهي في البداية هون رح افتح الورق السمبوسك طبعا بفتح كمية وببلش الف فيهم طريقة اللف زي ما انت بتلفوا بس انهاي طريقتي بطلع شوي الطرف الورق السمبوسك لبرا بعملها على شكل جيب بهاي الطريقة وبنزل كمية منيحة من الحشوة طبعا الحشوة لازم تكون عنا باردة بنحط هون خلطة اللسق اللي هي عبارة عن معلقتين من الطحين ومعلقة ماي بخلطهم كثير منيح وبحطهم على طرف السمبوسك بنسبة هون لحشبة الجبنة استخدمت جبنة المزرلة مع جبنة الشدر المطيبات الحطيتها اللي هي البقدونس المفروم الفلفل الحار بالاضافة للزعتر الناشف اذا حبيتوا تحطوا الذرة الزيتون الاسود اكيد ممكن ونفس الشي هون لازم تحطوا على الطرف خلطة اللسق انا هون كنت اعمل كمية واخليها على جنب هلو هوني رح استخدم السمبوسك العادي طبعا السمبوسك العادي بيختلف عن السمبوسك البلدي انه ورق السمبوسك البلدي بيكون فيه كمية من الزيت والسمبوسك العادي ما بيكون فيه اي اشي من الزيت بيكون عندي الورق ناشف نفس طريقة العمل بفتح كل ورق السمبوسك طبعا لازم تلفوه بقطعة جماج حتى انه ما ينشف معكم هاي الخطوة كثير ضرورية رح أستخدم هون حشوة البطاطا طبعا هون بشتغل كل الكمية فيه كمية هون رح أفرزها وكمية رح أقليها بنسبة هون لطريقة التفريز بتحطوا حبات السنبوسك على صينية بتدخلوهم الفريزر أول ما تجمد معكم الحبات بتعبوهم في أكياس والكمية اللي انتوا بتكميها طبعا ما شاء الله بتقود بالفريزر أقل شي مدة شهرين هاي الكمية طبعا رح أشتغلها معكم فيه كمية ثانية طبعا فرزتها هلا هون بالنسبة لطريقة القليل لازم يكون عنا زيت غزير وحامي شرط أساسي عنا السنبوسك لازم يكون الزيت حامي حتى إنها تنفخ معكم لا تقلوها والزيت بارد رح أكي ملاحظة بالنسبة للناس اللي ما بتحب تقلي أكيد ممكن تشوهم بالفرن وممكن كمان تشوهم بالقلاية الهوائية بتدهنوهم بكمية منيحة من الزيت وبتدخلوهم الفرن أو بتدخلوهم القلاية الهوائية طبعا كل عالة كيف بتحب توكل السنبوسك ما شاء الله طعم الحشوات جدا شاهي طبعا هذول الثلاث حشوات من أبسط أنواع الحشوات وأطيبهم رح أكي بالنسبة لكمية الورق السنبوسك اللي بيزيد بتلفوه كثير منيح بكيس نايلون وبتدخلوه الفريزر لوقت الاستخدام أهم شي لازم يكون عندكم ملفوف حتى أنه ما ينشف معكم وهيك عنا الفيديو خلص وهيك عنا وصفتنا لليوم خلصت بتمنى كثير إن قدرت أفيدكم إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها تفيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا للحسن المتابعة معكم علا طاشمان من قناة أطيب الوصفات يمي